اشتركوا في القناة اليوم القمر موجود في منزلتين المنزل الأولى اللي هي منزلتين عائم هي استمرار ليوم الغد ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة حتى ساعة الصباح منزلتين عائم هي للإصلاح وللسرعة وللتقريب وللتفريق أما في ساعات الصواح بكون القمر انتقل لمنزلتين البلدة طبعا المنزلتين موجودات في برج القوس منزلت البلدة ميزاتها وعطاءها انها تعطي الثبات والربح والسلامة ولكن انه ما رح تكون الحظوظ فيها قوية جدا لانه اليوم رح يكون في خلوه مسار طويل رح نحكي عنه من خلال الزوايا الفلكية حكينا ان القمر موجود في برج القوس لآخر يوم عادة القمر لما بكون موجود في برج نكتسب احنا صفات من هذا البرج وبرج القوس بعطينا الابتهاج ومنشوف ان الناس اكثر مرح منشوف الناس على طبيعتها ما بتتصنع يكون متفائلين جدا في هاي الفترة نلجأ دائما للبحث او النظر بالامور او للامور بنوع من الفلسفة او المنطق ومنحب في هاي الفترة نتعمق في امور الها علاقة بالمسائل الدينية بصير عنا رغبة بالفترة هاي اما للترحال او السفر او الرياضة او حب المغامرة بنقدر في هاي الفترة اقتراض المال او تعلم لغة جديدة او البحث في لغة جديدة الاستمتاع بهواية معينة تجربة الحظ التخطيط لرحلة او اجراء مكالمة مع شخص من مكان بعيد او طلب شيء من مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تكون معنا هي بعد الحلقة تقريبا بحدود ساعتين هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر والمريخ الزاوية هاي زي ما حكينا هي زاوية سلبية رح تكون الساعة سبعة وستة واربعين دقيقة بتوقيت جرينتش مساء تخلق عنا نوع من الشعور بالملل من اي عمل روتيني منكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه او منكون نعمل فيه بفضل انه في هاي الفترة انه ناخد نوع من انواع الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب يعني يتفشش باي شيء او يعصب ويفرغ غضبه باي شيء اما بالنسبة للزاوية الثانية اللي رح تتشكل هي برضو زاوية تربيع سلبية بين القمر ونبتون في تمام الساعة اربعة وخمس واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش تجعل بعض الاشخاص انهم يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بصير نوع من انواع الوسواس نوع من انواع التفكير السلبي لانها بتسحبنا بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا نعتمد على مشاعرنا اكثر ولدرجة انه اي شخص بجلس امامنا بيكون عنده طاقة سلبية او بيكون يشكي في مشاكل معينة ممكن نتأثر بمشاكله فورا ونصدر احكام ما تكون عقلانية طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بيبلش خلو المسار يعني من الساعة اربعة وخمس واربعين دقيقة صباحا بتبلش ساعات خلو المسار ورح تستمر معنا لغاية غدا صباحا ساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش صباحا يعني بمعنى اخر انها هاي الزاوية رح تدوم قرابة الاربع وعشرين ساعة في حال خلو المسار لانه القمر بيكون في هاي المرحلة ما بيعمل زوايا وما الو اي تأثيرات ايجابية وبكون في وضع منتحس اساسا فعشان هيك بتتسمى هاي خلو مسار عادة هاي بتصير كل عند انتقال القمر من برج لبرج بتصير ممكن تصير بمدة ساعة نص ساعة ممكن ساعتين ممكن ثمان ساعات ممكن اربعة وعشرين ساعة وممكن اكثر من هيك على حسب القمر والزوايا اللي بيعملها خلال فترة خلو المسار هاي هاي فترة نحيسة ما بتصلح لاي خطوة جديدة مهمة في حياتنا لا توقيع عقد لا موضوع زواج ارتباط لا موضوع شراء شيء ثمين بس منقدر نعمل فيها الاشياء اللي احنا كنا ناويين نعملها من القبل وعزمين الامر عليه او بدأنا فيما قبل خلو المسار يعني ممكن انت بتكون اتفقت انت وشخص على شراء شيء معين ودفعت له عربون وعلى اساس انه ثاني يوم انت بدك تتملك هذا الشيء وتكمل دفعة عليه ولكن كانت خلو مسار الان انت كمل اجرائك لانه انت عقدت النية وبدأت في الموضوع ما قبل خلو المسار فما بقى راح تأثر عليك ولكن انك تعقد النية على الشراء في ساعة خلو المسار فهذا الامر احنا منحكي عنه انه ما مننصح فيه لانه ساعة نحيسة للنسبة لعمر القمر القمر الان هو في فترة انحسار الهلال يعني بصغر لمرحلة الهلال عمر القمر 24 يوم ولكن بعد منتصف الليل يعني الساعة 12 و 25 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش بصير عمر القمر 25 يوم نسبة الاضاءة بتكون حوالي العشرين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها هذا اليوم وتواجدها وتحركاتها الشمس موجود في الدلو لغاية يوم 19-2 مزاجها منتحس القمر في القوس حتى 22 و 1 مزاجه منتحس عطارد في الدلو حتى 3-2 مزاجه سعيد الزهرة في الحوت حتى 7-2 مزاجه سعيد المريخ في القوس حتى 16-2 مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 11-5 وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى 15-8 وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23-6 وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25-4 ويبدأ بعدها بعملية التراجع مزاجه منتحس وصلنا لتوقعتنا اليومية برج الحمل مثل الأمس اليوم هذا مميز ولكن ما بتكتغمروا فيه وما بتبدأوا فيه بأمور خاصة فيكو لأنه خلوه مسار بتنشطوا فيه في الدراسة والسفر والاتصالات لاسيما الاتصالات البعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تطلع في رحلة أو تقرر لرحلة أو تخطط لرحلة وممكن أشخاص منكم يسعى لترويج لعمل معين أو لصنعة معينة أو لسلعة معينة وفيه منكم رح يحصل على معلومات ما كان يتوقعها بيكون فيه نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية ولكن اللي عندهم امتحانات خصوصا المراحل الجامعية بدهم يركزوا أكثر خلال هذا النهار عن تقديمهم الامتحانات لأنه ما بدهم يعتمدوا على الحظ بشكل كبير برج الثور بتعيد وتنظيم أمورك المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات لأنه الفترة هاي شوي بتضغط عليكو بالزيادة من ناحية النفقات بدك تسارع في تهدئة الأجواء ما تخلي دائماً أي موضوع أنه يتشعب ويوصل لمرحلة الخلاف هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى في هاي الفترة مساعدة أو تعاطف أو دعم أو تشجيع على مسألة معينة أهم إشي أنه أنت بدك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي وما تكون عصبي ومتهور ومتسرع وتصدر قرارات بدون ما تراجع نفسك أكثر من مرة برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة تقدروا أنك تتواصلوا مع أحبائكو مع شركائكو في هاي الفترة لا تنشيط عملكو أو لا تنشيط العلاقة الزوجية في مكان بيتكم صحيح أنه الفترة هاي ضاغطة وشوي أنت ما عندك طاقة ما بنفع فيها إلا شوي أنك تكون صبور وعندك نوع من أنواع المرونة القمر موجود مقابلك مباشرة عشان هيك بتشعر بالضغط ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات ما تتجاوب معها وما تنجرف ولا تسرعك على أساس أنه ما تكبر هاي الخلافات وبعدين ما يصير إلها حل برج السرطان القمر موجود في بيت الصحة عشان هيك بتكون بس تعملوا الأشياء اللي ممكن تقدروا تعملوها من العمل خصوصا المتراكم عندكو ما تضغطوا حالكو زيادة ما تعملوا بجهد أكبر من طاقتكم في هاي الفترة بدكو تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وبدك تحسن إدارة عملك حاذر من الجدال خصوصا مع المعاونين ما تهمل صحتك وما تأجل عمل وما تماطل فيه على أساس أنه يعني بعدين بعمله أو شوي وبعمله لأنه ممكن أنه يتراكم عندك وما تقدر تعمله فعشان هيك دائما انجز كل شيء بوقته برج الأسد يعني القمر موجود في بيتكو الخامس في القوس بيت الحظ والعاطفي ولكن أنه خلو المسار هذا النهار رح يسبب نوع من أنواع الإرباك إلك تشتد رغبتك في التقرب من أحبائك وبتعزز العلاقة معهم ما بتخلى الحظ المالي أو العاطفي عنك بتمفرج أساريرك بتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم إشي أنك ما تهمل الواجبات تجاه العائلة والأحباء حاول أنك تستغل هذا النهار بتصحيح أخطائك ومراجعة نفسك وممكن تطلع بأشياء ممتازة أهم إشي أنه ما تغامر بالحضوض لأنه مش كل الحضوض رح تتحقق لك لأنه في فترة دخلوه مسار طويلة وحاول تستغل النهار هذا بأي شكل ممكن لأنه في الأيام القادمة رح يكون القمر موجود في بيت الصحة والبيت السادس رح يضغطك شوي مرج العذراء بما أن القمر موجود في بيتك الرابع هو بيت البيت بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو من أحد أفراد العائلة وممكن تقلق على وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئوليات اتجاه العائلة الأجواء شوي فيها نوع من أنواع العدائية وفيها نوع من أنواع التوتر ممكن يصير عندك بعض الأعطال في بعض الأجهزة أو في الأثاث أو في البيت بحاجة إلى صيانة أو تصليحات أهم شيء أنه برضو تنتبه لوضعك الصحي برج الميزان بتنشطوا في السفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان ولكن ما تعتمدوا على الحظ بتكو تركزوا مصبوط بتعززوا العلاقة مع أخ أو مع جار يعني شوي فيه نوع من أنواع وجود القمر في المكان هذا بعطيك شوية حظوظ ولكن مش الحظوظ المطلقة بتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها عالي جداً وممكن أنك تلفت أنظار أي شخص بكون أمامك لأجواء لطيفة ممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل وممكن أنك تمتحن قدراتك وتلاقيها في المكان الصحيح برج العقرب يعني الأمور المالية هي اللي بتركز عليك لليوم الثاني فيه فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي أو ممكن تجيك هدية أو دعم من جهة معينة مع هيك بتكونوا حادرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بتهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية بدك تنتبه هذه الفترة ما توقع فيها على عقد وإذا بدك توقع ومجبر راجع كل بنوده بشكل دقيق علما أني أنا بفضل أنك تأجل موضوع التوقيع لأيام القادمة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط هذا اليوم بدروا إلى أي خطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية رح تلمس أنه فيه انفراج وفيه تقدم ملموس بعد الفترة اللي مضت عليك هاي كلها كان فيها نوع من أنواع الركود وفيها كثير من الضغط أهم إيش أنه الفترة هاي تتحلى بالحكمة والواقعية وتحلل الأمور بعقلانية تشتد عزيمتك بترتفع عندك المعنويات تستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الجديد حكينا يوم أمس أنه القمر موجود في بيت متاعبكم وهذا آخر يوم لإله بعدين رح ينتقل لعندكم فبدكوا تتحملوا هذا اليوم وتمشوا بأي شكل كان بدكوا تنتبهوا لصحتكم ما تبالغوا في إنجاز العمل المتراكم عندكم بتحس أنه فيه نوع من أنواع الهدوء والركود الملل الإنزعاج خلال هذا النهار ممكن تلغي مشروع أو تلغي قرار معين أو تلغي أمر معين كنت ناوي عليه بتعاني من تراجع في المعنويات وفي الصحة أهم إيش إنك في الفترة هاي بنصحك إنه ما تحسم أي أمر هاي الفترة سلبية ومخيبة بالآمال اتركها لغاية ما يوصل القمر لعندك بعد يومين وبعديها بتلاقي الأمور كلها اختلفت وبتقدر أنت بكل وضوح تصدر أي قرار وما بتندم عليه برج الدلو بتقدر أنك تعزز صداقاتك خلال هذا النهار وتتواصل مع أصدقائك في منكم رح يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الأفاق عندك بشكل أكبر بتحتفل بنجاح أو بتطور علاقة ممكن تعزز بهاي الفترة شعبيتك تحصد أرباح كثير بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط عنك تدريجيا خلال الفترة القادمة وبيطمئن بالك ولكن بدك تحذر أنه حاول أنه اليوم هذا تستغله بشكل أوضح لأنه باليومين الجهيات القمر رح يكون في بيت متاعبك وبعدها رح يوصل لعندك وبعدها بتنطلق خلال الشهر في أشياء إيجابية برج الحوت يعني يوم مناسب جدا للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل ممكن ينجح في مكان عمله أو في مجال عمله ممكن تدفع شوي بمصالحك بالاتجاه الأمامي أو بالاتجاه الصحيح حافظ على إنجازاتك القائمة بدك تهدئ شوي من عصبيتك وإنفعالك اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت في بدايتها صحيح إنه مكان القمر شوي بعطيك بعض الحضوض ولكن مش بالشكل المطلوب عشان هيك الأمر يا بكون معاك بالكل يا بكون ضدك بالكل بدك توازن الأمور بشكل صحيح تعرف من البداية إنه هل الجو معي ولا ضدي وعلى أساسه أنت تتحرك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم بشكر جميع الأصدقاء والإخوة لدعاهم أنا فرحت جدا لكلامكم وبتشكركم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه